يوصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعمال لتوصيل خطوط مياه الشرب لمنازل قرية الكويد بمركز دشنا بمحافظة قنة بطول 4500 متر وحجم استثمارات بلغ 4 ملايين جنيه لحل أزمة نقص المياه التي تعاني منها القرية منذ عشرات السنين تخدم خطوط المياه ما يقرب من 660 أسرة من أهالي القرية ينفذ الخط ممتدا من خط المزرع القديم مرن بشوارع القرية إلى نهايتها بقطر 6 بصات القرية تقريبا يقتلها 660 أسرة كان عندهم مشكلة بتعاني من نقص المياه فالحمد لله يعني بفضل ربنا وبفضل مبادرة رئيسية حياة كريمة قدرت أنها توصل المياه هنا للقرية وبدأت بالاشتراك مع التحالف الموطني ومؤسسة صناعة الحياة أنه يبدأوا حفر الخطوط الرئيسية الموجودة هنا في المياه عشان يبدوها بمساحات حوالي 4500 متر أول ما بدأنا الخط هنا إن شاء الله يعني خدنا تصميم القرية بالكامل ونزلنا عملنا الشبكة بالكامل على موجودة القرية أنها تغطي القرية بالكامل فرعيات ورئيسيات من برة بدأنا بحوالي 3700 متر خط 6 بوصة 11 بار وعجبنا دخلنا في الفرعات الشوارع الداخلية حوالي 800 متر غاية 1000 متر تقريبا حوالي 4 بوصة 11 بار علشان در نغطي القرية بالكامل يبقى سهل عينا بعد كده في المرحلة اللي جاينا حننفذ الوصلات في القرية يبقى كل قدام لكل بيت وصلته في حوالي أكتر بنخدم من أول 1200 أسرة تقريبا طبعا ده موجود حالين المسجل في شركة المياه بإذن الله برضو الباقي إن شاء الله نبدأ نسجله في شركة المياه ونوصله عددات ووصله وصلات المياه احنا هنا نزلنا في صناع الحياة عملنا استكشاف للقرية بما يقرب من شهرين تقريبا اتكلمنا مع شركة المياه وشفنا الحلول المناسبة للموضوع اتكلمنا أن يكون فيه خط رئيسي في القرية بطول 3600 متر مواسير 6 بوصة بعدها يكون فيه حوالي 800 متر مواسير فرعية اللي هي 4 بوصة تخدم الحراط والأماكن الدقيقة اللي مشينفى فيها المواسير الكبيرة الحمد لله يعني الفترة الأخيرة يعني مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا حياة كريمة بدأت تنظر للقرى الفقيرة والقرى اللي هي محرومة ومعدومة وبدأت يعني ما شاء الله تعمل خدمات فيها وخصوصا يعني موضوع المياه والصرف الصيح الحمد لله على كل حال يعني جهد مشكور للحياة كريمة والإخوة المهندسين القائمين على الموضوع الحمد لله يعني بدأنا يعني نلمس جهود على أرض الواقع دراكي بسم الله ما شاء الله يعني البركة في الدولة والبركة في السيسي والبركة في المسؤولين كلهم بصونا باشي وشغل عالي وتمام الله ينور على البلد وعلى السيسي وعلى الدولة كلها باشي وربنا يبالك في الدمع المسؤولين دولة والسيسي ورجالة السيسي تمام وراح يدبوننا إياه فروع المياه وخطوط المياه صراحة ربنا بالحفرات ووصلونا الخطوط لشمالك ويمينك والخط الرئيسي وما بس يبينها شيء شكرا